يعني أنا أكتر حاجة بحبها في رأي الشارع نسمع رأي بعد نسمع رأي الناس بنشوف المجتمع رايح على فين الأغلبية بتقول إيه حتى لو فيه اختلاف طبقات فيه اختلاف ثقافات بتسمع الناس بقى فيه ستات جدعة فيه ناس تقولك فترة الخطوبة ودي أكتر حاجة عايزة أتكلم عليها بعد طبعا ما هنحلل الشخصيات بس أنا عايزة أتكلم يا دكتور على فترة الخطوبة لأنه 3 سنين ده كتير طبعا فترة طويلة احنا بنقول فترة الخطوبة سنة يعني نتقل حاجة بسيطة تزيد حاجة بسيطة ما تبقاش أقل من كده بكتير ما تبقاش أقل من كده بكتير بيحصل مشكلات من قطر التطويل والدخول والخروج وجي وما جيش وما جيبش وعمل وكان المفروض يعمل كذا فخلينا نتجوز ونخلص في خلال السنة طب أقل من سنة بيحصل إيه؟ أقل من سنة بيقولش لسه عارفوا بعض كويس ودائما منقول حاجات الأربع فصول دي خلينا نشوفه في كل الأحوات فأنا أشوف خلي بال حضرتك إن إحنا عندنا فترة في حاجات جوانب مخفية كده كده مش نشوفها غير بعد الجواز يعني مش نشوف الجوزي بينامي إزاي بيشخر بيعمل في حاجات معينة مش نشوفه بالبيجاما مش هشوفها بلبس النوم حاجات كتيرة مش هشوفها قبل الجواز فبالتالي مش عايزين نزود الجوانب المخفية أكتر بإن إحنا نكون معرفناش بعض كويس عشان كده نخليها سنة فيها تواصل مستمر مش سنة هو قاعد في دولة وقاعد في دولة كلموا بعض على الواتساب ولو قاعدين في دول أو بيكلمون حتى فيديو كول بيبقى دي لا فيديو كول والدول لازم يحاول ينزل شوية لازم تحاول تشوفه ما ينفعش حتة إن أنا قاعد من بعيد من بعيد دي كل حاجة مخفية بالنسبة لي حتى الكلام اللي هو بيكتبه طب حتجت كلم الفيديو كول الفيديو كول في الآخر برضو ما بيبينش المشاعر العلاقات أقل حتى الفيديو مش بيطالها مشاعر هي بيينها بجزء ولكن مش بالجزء الكامل إنما الإنسان الوجه الوجه ده هو ده اللي بيبين هذا الموضوع النسبة الانفصال في الزواج اللي هو عن بعد دي نسبتها من حوالي من 38% ل40% قالوا ليه قالوا منتكلم على الأزواج طبعا افتقاد الحميمية افتقاد إن أنا أشوف التواصل اللي بيننا بين بعيد ده بيقولك أحسن كدوازل عن بعده ده جميل جدا أحسن ما تشوفه بعد كل يوم ما يبقاش عن بعد طول الوقت لا ما يبقاش عن بعد طول الوقت يعني ما يبقى فيه دايما ما هو بينزل أجازات الأجازات اللي هي بتبقى مرة في السنة دي ما تنفعش لازم يبقى فيها عدد مرات ما يبقاش مرة واحدة في السنة ده بيعمل نسبة الطلاق عشان الناس تبقى عرفة برس يعني أقول ل40% بيعمل آه نسبة لأي أنا زي ما بقول لحضرق افتقاط العلاقة أن هم موجودين مع بعض بيأكلوا مع بعض و بيشربوا مع بعض و بيعطوا مع بعض لازم يبقى فيه نزول و طلوق يعني يقابلوا بعض ما يبقاش حتة أننا بطول الوقت عن بعده وبنتكلم بقى إيه أنا عملت كذا و أنا عملتش كذا وكل ده هي مش شايفية ولا هو شايف